بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ورحبا بولادي ابنتي إجماعة ثالثة ثانوية علوم تجربية وتقنية رياضي ورياضي سوف نقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان تطبيقات الاشتقاقية حيث نتعلم عن كيفية إيجاد عبارة دالا لما يعطي لنا بعض المعلومات الهندسية حول المنحنة حيث قال لتكون F دالا معرفة على دي أف حيث دي أف يعني مجموعة التعريف تها هي آر معادة الواحد بالعبارة F لإكس سيونا آ إكس مربع زايد بإكس زايد سي على إكس ناقص واحد هنا قال آر معادة الواحد لأن الواحد يعدم المقام يعني مستحيل في الرياضي تكون عدد على صفر يعني الواحد يسمى قم ممنوع قال A و B و C أعداد حقيقية C F تمثيلها البيانة في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامل المتجنس أو إيش قال جد الأعداد A B و C إذا علمت أنه نلاحظ جيدا قال C F يقبل مماسا هذا المماس موازي للمستقيم D ذو المعادلة إيج لك يسيونا ناقص أربعة إكس زايد واحد عند النقطة A صفر ناقص أربعة والمعلومة الثانية هو العدد الحقيقي أربعة حلا للمعادلة F لإكس يسيونا ناقص إكس إذن تعالوا لدي نتعلمو كيفاش نقوم بالحل إذن هنا قالنا C F يقبل مماسا موازي للمستقيم D ذو المعادلة إيج لك يسيونا ناقص أربعة إكس زايد واحد لكن عندما عند النقطة يعني هذا المماس عند من يمس المنحن عند النقطة ذات إحداثية صفر ناقص أربعة هذا المعلومة لازم تعرفها يعني هنا عندنا مماس ها هو مثلا هنا هنا وعندنا مثلا مماس مستقيم الجناء هكذا عند هذه النقطة اللي يسموها النقطة A ما معناه؟ معناه لما نعوض في الدالة بصفر نجد كم؟ نجد ناقص ربعة هذا المعطية الأولى قال C F يقبل مماسا موازيا للمستقيم D ذو المعادلة إيج لك يسيونا ناقص أربعة إكس زايد واحد هذه كذلك عندنا فيها معلومة اللي هي المعلومة أو التي نستندجها كذلك اللي هي F فتحة لصفر يسيونا كم؟ لاحظوا ها هي الفاصلة فاصلة شعال صفر F فتحة لصفر تسيونا معامل توجيه تاعة المستقيم هذا معامل توجيه في الرياضيات هو المشتقى معامل توجيه تاعة المماس لما الروح للحسابيات هو المشتقى يعني صباحنا F فتحة لصفر شعال يسيونا ناقص أربعة لاحظوا معي أمليح هذا الأمر الثاني بعدها نأتي الآن إلى المعطية الأخرى اللي هي ماذا؟ اللي هي العدد الحقيقي أربعة حلا للمعادلة F لإكس يسيونا ناقص إكس هذا يعني أنه F لمن؟ لأربعة يسيونا ناقص أربعة يعني هنا عوض بناقص أربعة وهنا بعوض بناقص أربعة نحن يشعال عنا من مجهون نحب بحثوا عليه A و B و C ونشعال عنا من معادلة حصلنا لها واحد زوج ثلاثة يعني خلاص الآن نقدروا باش نصيبوا A وال B و C هنا نروحوا للدلة نعوضوا بوش نعوضوا بصفر ونحطوها توسيونا ناقص أربعة نجيبوا عبارة الثالة هاي بنا الآن عوضوا في كل إكس بصفر هنا بصفر وهنا بصفر وهنا بصفر وهنا بصفر وهنا بصفر وهنا بصفر وشعل توسيونا؟ توسيونا ناقص أربعة الآن ندركها أروح وجود الذي نحسبه هذه راحت وهذه راحت لصفر تبقى أن C على ناقص واحد يسيونا ناقص أربعة بما أن هذا عدد نستعمل جداء الطرفين في جداء الوصيد نصبحنا ناقص واحد في ناقص أربعة يسيونا أربعة يعني C يسيونا ناقص أربعة نأتي الآن إلى استغلال هذا الجزء اللي هو المشتقة هنا في المشتقة دائما نوصيكم لما نجو نشتق نقول هكذا نقول الدالة قابلة للاشتقاق أو تقبل الاشتقاق على المجالين الكثير لاحظة بعض الخطأ يديروه يقول لك على آر معادة ناقص واحد لا في قبيلة الاشتقاق لازم نذكر المجالات كليا المجالات اللي هي من ناقص ما لا نهاية إلى واحد ما تديرش اتحاد إنما وا والمجال الآخر لي هو من الواحد إلى غاية زائد ما لا نهاية ما تقل لي تقاطع ما تدلي اتحاد ذكرهم كما راهم هكذا لأن الدالة يقول لك تقبل الاشتقاق على مجالات تعريفية هذه المبارهنة تقول نروح الآن نشتقه فتح لإكس يساوي نحكمه هكذا ونبدأ ونشتقه ها هي ندى للتاعي نشتق مشتق البسطي في المقام ناقص مشتق المقام في البسطي على المقام مربع لأنه راهي نسبة اروح نشتق البسط ا اكس مربع تلين اثنين ا اكس زائد بي اكس يولينا بي اما السي راح نشتق البسط في المقام ناقص مشتق المقام مشتق اكس وواحد ومشتق ناقص واحد وصفر مشتق المقام في البسط ها هو البسط لاحظوا عفوا زائد سي على المقام مربع الآن نأتي بهذه المشتقه هاي ونا لاحظوا معي مليحبت تعلموا الفكرة هاي ونا المشتقه التاعي ونعوضوا فيها بنفس القاعدة تبعوا نشوفوا الآن كيفاش نتعامل معا ان هذه الاسئلة راح نجو في الدول لأول يعني لاجبتو غالط راح ما تقدرش قادر مرات ما تقدرش تكمل لاحظوا معي اذا ننجو للعلاقة هذه اه فتحة لصفر ويسوي ناقص ربع ما معنى ما نعوضه هنا بصفر وهنا بصفر وهنا بصفر وهنا بصفر وهنا بصفر وهنا بصفر ونزلها تشعال ناقص أربعة نشوفوا الآن على ماذا نتحصل اذا هذه تروح هذا يروح وهذا يروح تبقى لي بي في ناقص واحد يسبح ناقص بي ثم هذا قارعه يبقى ناقص سي ناقص سي على ناقص واحد مربع يعطينا واحد يسوينا كم؟ يسوينا ناقص أربعة لكن السي ها هي قيمته نعوضها هنا ناقص بي ناقص أربعة يسوينا ناقص أربعة يروح هذا مع هذا تبقى لي ناقص بي يسوي صفر ومنه بي شعال يسبح يسوي يسوينا صفر خلاص البي خرج يسوي صفر الـ الـ نزال الـ الـ سي القيناه الآن ابقى لي المعطية الأخيرة اللي هي F لأربعة يسوينا ناقص أربعة نجو للدلة التاعي الـ الـ سبنا الـ سبناه نجو تبعوا ما يتشوف هاي من عبارة الدلة التاعي ونجو نعوض لاحظوا ما يا أولادي يعني هذا الأمر قلت فحاولوا التعليمهم لأنها أمور مهمة جدا في دراسة الدول وليس غد دول تاع العددية ولا أو الناطقة سباقتر سباحتف الأسية واللغة التمية إذن نعوض هنا بناقص ربعة وهنا بناقص ربعة مربع وهنا بناقص ربعة وهنا كذلك بناقص ربعة ونشوف عفوا نعوض بالربعة اسمحوا لي اسمحوا لي صحة أولادي إذن هنا هاي لكم نعوض بالربعة إذن تولينا هنا عفوا تولينا هنا تولينا هكذا تولينا A في ربعة مربعية 16 تولينا 16 A البخلاص سبناها صفر زيد C القيناه ناقص ربعة هكذا على نعوض كذلك هنا بربعة ربعة ناقص واحد ثلاثة تساوينا ماذا لاحظوا ما يمليح تساوينا ناقص أربعة يعني نعوضنا ناقص ربعة تولينا شعال إذن هذه راحة استعملنا هنا جداء الطرف جداء وسطا لأن مجرد أداد واش صباحنا صباحنا 16 أفوا صباحنا 16 ناقص ناقص أربعة يساوينا هذا في ذات ناقص 12 ننقل هذا من تولي 16 أ يساوينا ناقص 16 لأن هذا هذا إذن قلت هنا سيرة ربعة سمحوا لي السيرة ربعة أمام الآن إذن لما نقول هذا هنا كامل زيد ولي ناقص ولي ناقص ربعة هي F ل X يساوينا A ألقنا ناقص 1 ناقص X مربع B ألقنا 0 C ألقنا 4 زيد 4 على X ناقص 1 هذه عبارة الدلة بعد إيجاد A B C أتمنى أنكم فهمتوا فكرة كيف نقوم لحظة معي بتحويل الأمور الهندسية إلى أمور حسابية هذه أشتفل ممليح إذن لما يقول كاين نقطة ينتمي لها نقطة التماس هذه العلاقة لما يقول كاين مستقيم يوازي المماس معناها ندير المشتقة عند هذا الفاصيل تساوي نشعال تساوي معامل التوجيه المستقيم التعي والعدد الحقيقي هذا محل للمعادلة معناها نعوض نتحصل على ثلث معادلات وعندنا ثلث ما جاه نبحث عليهم نقدر نسيب الحلول إلا أن نعسر وحنا من أمور الحسابات وفي الأخير لا تنسو بالدعاء لنا بالشفاء العجل العين والترحم على روح أمي الطاهرة ويمكنكم زيارة صفحة على الفيسبوك أو الانستغرام حتى على تيك توك وهي صفحة الأستاذ نوردي ليصلكم جديدنا باستمار والسلام عليكم